السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض زبدة اللوتس او زبدة رفول السوداني بمكون واحد فقط. بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى تعملوا الاشتراك في القناة وتفعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا هنا عندي اه تقريبا يعني دول بعشرة جنيه سوداني متحمص طبعا. مش مملح ولا اي حاجة. ده سوداني حلواني. بعد كده هحطه على النار. ياخد بس سخونة شوية كده. انا مش عايزة اه يتحرق مني ولا اي حاجة يخلي بالكم. اه من الحتة دي كويس. اه انا يدوب بس سخنته وبعد كده يعني حطيته في الكابة زي ما احنا شايفين كده. هو ده اطاق اضحان فيه. هوه بتطحن على كزا مرحلة. يعني اول مرحلة اه لحد ما ينعم معايا خالص كده. بالشكل ده. وبعد كده هرجع اطحانه مرة تانية. عشان بقى ينزل الزيوت اللي موجودة فيه. طبعا على اقل سرعة. انا مش هحط اي حاجة اضافية عليه ولا زيت ولا اي حاجة بس لو انت عايزة تحط زيت بعد كده عليه. اه اه يخففه شوية خفف القوام بتاعه شوية مفيش مشكلة. كده كده لما بنيجي نستخدمها في الحلويات بمضيف علي اضافات. ما بتبدأ تغافي معانا شويان. ايه رأيكم? هي كده وصلت القوام اللي انا محتاجة. شايفين جمينا ازاي وبتلمع? هبدأ اطحانها مرة تانية. على شانك تأكد انه مفهاش اي قطع سوداني ولا اي حاجة خلص. انا عملتها معكم بخطوة بخطوة عشان اه تنفزوها وما يكونش فيها اي مشكلة بالنسبة لكم. ايوه هو ده بزبط القوام اللي انا محتاجي. شبه الطحينة كده. شايفين? شايفين ادي ايه جميلة? وطعمها روع بجد يعني. اتمنى تجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.